نموذج ذكاء إصطناعي صيني جديد بيكتسح الواجهة وهو JLM 4.5 وهو نموذج متطور بيجمع بين التفكير والبرمجة كمان فيه إمكانية أنه يعمل مهام متتالية لكأنه ايجنت مع العلم أن الشركة بتعرفه على أنه مجرد نموذج ذكاء إصطناعي أو General Language Model ولطم إطلاقه من شركة صينية اسمها ZAI والموذل ده قدر أنه يكون أقوى موذل مفتوح المصدر من شركة صينية وبينافس القدرات الأمريكية في الزكاء الإصطناعي خلانا أتعرف عليه أكتر ولكن بعد الانترو سلام عليكم أحمد ودي قناة نستر معلومات لأول مرة تتفرج على قناتنا تأكد أن أنت عمل لايك واشتراك لكي نتابع عندنا كل جديد عن الزكاء الإصطناعي والأدوات اللي هتفيدك في حياتك اليومية نموذج JLM 4.5 اللي تم طرحه من شركة ZAI واللي حصل على ترتيب عالمي الثالث من حيث القدرات التفكيرية والبرمجية والحسابية للنموذج ده خلانا نتعرف على المصفات بتاعته ونجرب نستخدمه ونشوف هل هو يستهل فعلاً الكلام ده ولا لا الشركة أطلاقة نموذجين هو LM 4.5 العادي والأير بتاعه وهي نسخة مخففة منه النسخة العادية بتتعامل مع 355 مليار برامتر النسخة المخففة 106 مليار برامتر بقدر يتعامل مع 128 ألف رمز وحصل على المرتبة الثالثة عالمياً بين نمزج الزكاء الإصطناعي التانية المدفوعة مع العلم إن نموذج GLM 4.5 هو نموذج مجاني تقدر استخدمه بشكل مجاني بالكامل هنا بيقول لك الميزات والقدرات الرئيسية للنموذج عمله في النموذج ده وضع تفكير هاجين إنت مبتقدرش تتحكم فيه يعني ما تقولوش إنت الوقتي في وضع التفكير أو في وضع الإجابة الفورية لا، هو تلقائياً بيشوف هل سؤالك محتاج أنه يفكر ولا يعطوك إجابة مباشرة فلو سؤالك محتاج تفكير النموذج تلقائياً هيقوم بالتفكير لكن لو أن السؤال بتاعك محتاج إجابة فورية تلقائياً هيعطوك إجابة فورية وبيقولك هنا إن وضع التفكير للمعالجة المعقدة والمنطق والبرمجة لكن وضع عدم التفكير هو الاستجابة السريعة والمباشرة يعني زي شات جي بي تي طبعا شات جي بي تي فيه إمكانية ان انت تختار عايزه يفكر او عايزه يقاجب مباشرة اما النموذج ده هو اللي بيحدد هو يقاجب مباشرة ولا يفكر اول كمان فيه خاصية الزكاء الوكيلي او الايجنت حيث ان الشركة بتقول ان النموذج ده مضرب على استخدام ادوات كتيرة جدا زي انشاء الشرائح او السلايدز بالمناسبة العرض التقديمي ده تم انشاءه من خلال النموذج ده هو اللي عمله بشكل كامل بدون تدخلي بالاضافة ان هو معدل نجاحه في استدعاء الادوات اللي هو مضرب عليها وصلت لتسعين في المية ودي اعلى نسبة تقريبا وصل لها نموذج جينرال لانجوج كمان قادر على استخدام الادوات الخارجية عن طريق اللغة الطبيعية والمقصود بها برضو اللي هي الجينرال لانجوج مودل بالنسبة للتقييم الاداء والمقاييس المرجعية للنموذج هو حصل على الترتيب العالمي بين جميع النمازج بمعدل استدعاء للأدوات تسعين في المية وده الاعلى في فئته لكن النموذج اللي هو الخفيف منه اللي هو الير حصل على ترتيب السادس وهنا بعض المقاييس بينه وبين نمازج تانية في استخدامات مختلفة هتلاقي هنا البنشمارك وهتلاقي هنا النمازج اللي تم المقارنة بينها زي مثلا نموذج جروك فور وكوين سري وديبسك اروان وجيميناي بوينت فايف برو وكلاود فور شات جي بي تي او سري هنلاقي ان النموذج جيل ام فور بوينت فايف جيه متقارب جدا من نموذج كبيرة زي جيميناي تو بوينت فايف برو وما تفوق في حاجات تانية على النموذج التانية كلها حيث ان هو تفوق على شات جي بي تي فور في الأداء الوكيلي وأداء ممتاز في التصفح وجامع البيانات كمان تفوق على النموذج الصيني كيمي كي تو بنسبة 53% في الأداء البرمجي وكمان تفوق على كوين سري في كتابة الأكواد وتفوق على شات جي بي تي في السوفتوير انجينيرينج بنشمارك وفي الأداء الاستدلالي جهه قرائب جدا من نموذج زي جيميناي الخاص بجوجل ونموذج انثرويك وعمل نتائج متميزة في الحسابات الرياضية بعض الاستخدامات للنموذج ده في التطوير الشامل زي مثلا لو عايز تعمل وجهة متاجر إلكترونية أو لوحات تحكم أو إنشاء عناصر رقمية زي الألعاب التفاعلية والمحاكاة أو تصميم الوجهات الأمامية للتطبيقات فالنموذج ده قادر إنه يبني لك برنامج كامل ويعطيك السورس و كود بتاعه كمان ويعمل لك التعدلات اللي عليك وهنا بعض المقارنات اللي ظهرت في أداءه البرمجي وتفوقه على نموذج تانية زي كلاود فور و كيمي كي تو كمان في البحث و جامع البيانات كان متفوق على نموذج تانية زي ديبسك وشات جي بي تي و جيميناي 2.5 برو طبعا الموقع متاح بشكل مجاني على الموقع الرسمي بتاعهم اللي هو Z.AI أو عن طريق استخدام ال API بتاعهم أو عن طريق إن أنت تروح لهاجن جفيس وتستخدمه خلانا نجربه دلوقتي مباشرة مع بعض هنا كانت تجربتي ليه في الحسابات الرياضية ديته سؤال هو سؤال مش صعب قوي ولكن بيحتاج برضو منطق التفكير وقعد يفكر شوية وإعطاننا النتيجة صحيحة بعد عدة تفكيرات وهي الإجابة كانت 105 والسؤال كانت بيعتمد على شمولية المجموعات في الحسابات الرياضية وهو قدر يجاوب على السؤال بكل بساطة في أقل وقت ممكن تقريبا ما أخدش دقيقة واحدة بعد شوية تفكير أمر راح أطيلي الإجابة الزهرة دي مع الحل التفصيلي بتاعها كمان استخدمته في إنشاء سلايت شو زي اللي احنا شفناه وتفرجنا عليه دلوقتي هو اللي إنشاءه بشكل كامل وبشكل مجاني ما أخدش منه تقريبا دقيقتين وده طبعا يعتبر ايجنت بينفز لك المهمة اللي انت عايزها إنه هو يروح يتصفح أي موقع واجمع لك البيانات اللي انت عايزها ويبدأ يصطبق البيانات دي وانتجها لك كمان اعطالي الملف بصيغة BDF وكمان متاح معا إنه هو يعطله لي بصيغة HTML وكل ده زي ما أنا قلت بشكل مجاني بالكامل كمان حبيت أجربه في بعض الأكواد البرمجية إنه هو يعمل لنا تطبيق 3D أو أجهة 3D ويقدر فعلا إنه هو ينفزها ولكن طبعا هو طلعها زي ما أنا كنت متخيل ولكن بالنسبة كبيرة قدر يعطلنا الأكواد بتاعتها طبعا تقدر تشوف الكود من هنا أو تقدر تحمله مباشرة بتنسخ الأكواد اللي انت عايزها وهنا كان اختباره في إنشاء حاسبة سعرات حرارية يومية وده برنامج كامل قدر يصممه باستخدام طبعا HTML وشوفة سكريب بالCSS عن طريقا أن انت بتدخل العمر بتاعك والطول والوزن وبتحدث الجنس والأنشطة اليومية كمان بعد كالهدف انت عايز تفقد وزن أو تزيد الوزن ونقعد ضايت اللي انت متبعه وبناء عليها يعطيك عدد السعرات الحرية اللي انت محتاجها كمان الواجهة متوفرة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية كل ده طبعا قدر يعمله تقريبا في أقل من 5 دقائق لو حطينا العمر مثلا وليكن 30 الطول لو عطنا له بعض البيانات وضغطنا على إحسب الآن هيبدأ يحسب لنا معدل ريض الأساسي أو اللي هو حرق السعرات يعني في الجسم وإجمال السعرات الحرية اليومية والسعرات الحرية المستهدفة هو الرقم ده عشان تنقص الوزن كمان اعطاك هنا توزيع المغزيات بروتين 126 جرام كربوهيدرات 227 جرام طبعا ده بشكل يومي الدهون 67 جرام تقدر تحفظ البيانات دي أو تطبعها أو تعمل جدوى الوجبات فصراحة النموذج ده بعد استخدامه هو تقريبا يعني أكي أنك تستخدم شات جي بي تي قد يكون أقوى من شات جي بي تي في حاجات كثيرة جداً بالإضافة أنه هو مجاني مش بيعطيك لمت تقدر استخدامه في أدوات كثيرة زي جمع المعلومات أو البحث أو عمل صورات شو أو كتابة أكواد وكمان بالنسبة لأسئلة العادية تقدر تستخدمه في الإجابة على أسئلتك العادية بدون أي مشكلة والأهم من ده أنه هو نموذج مجاني بالكامل ومفتوح المصدر هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف أتمنى كنت تستفدت من الفيديو كان معك أحمد من قناة منستل المعلومات وانستش تعمل الاشتراك في القناة عشان تابع عندنا كل جديد وسلام ترجمة نانسي قنقر